قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهرى سيدة نساء العالمين روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفدايا قتيل العدى ومسلوب العمامة والردى يا سيد الشهدى فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلة مالي وللبين لا أهلا بطلعته كم فرق البين قدمان بين الفين لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير لا تأمن الدهر وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين كأنما الدهر آلا أن يشتتهم كعاتب ذي عناده أو كذيدين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلا وبعض بالغريين وأرض طوس وسامر وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألم أن عائسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحيني أبكي على الحسن المسموم مطهدا أم للحسين لقان بين الخميسين أبكي عليه قضي بشايب من دمه مُعَفَّرَ الْخَدِّ مَحْزُوزًا وَرِيدَ إِنِي فَرَّقِتْ يَا دَهْرِ الْخَنَ عُصْبَةِ الْأَمْجَادِ طيبح وتلاباء برض الطفل أولاد وبرض الغري منه يوم سامر وبغداد ومرضى يا دهار وديت إلى هناك مَدْرِيشْ جَنَاتُ يُؤْفِي دَهَرْكُمْ يَا هَلِ الْبَيْتِ حَتَّرُ مَاكُوا يَوْيُمْ بِالْبَلَأْ وَيْدِي تَشْتِهِتْ وَيْشْلَكْ عَلَيْهُمْ يَا دَهَيَرْ حَتَّى إِسْتَفَيْتْ مَدْرِيشْ جَنَوَيَّاكْ حَتَّى مَا أَخِذِكْ ضَاكْ وَلَا بَلَدِ اللَّهِ وَفِيهَا مِنْهُمْ رْمُوْيُوسْ مِنْهُمْ جَمَاعَ بْكَرْ بَلَا يَنْدِفْنَوْ بَلَارُوسْ ويا هي مصيبة يا مصيبة المسموم يا نازحا في طوس حي الله ما حيك وعميت عيون من البجيال موسى بن جعفار فوق الجسر مرمي ثلاث الله ومن جث تعدو ما يفوي ويوح المساق لاذفار والله حسافيه يا إمامي ما حضرناك منهم بسامرة ومنهم في خراسان ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفان لكن وعظا مصيبة مصيبة المذبوح كل المصايب هونتها مصيب وَلَكِنَّ الْأَمْرَ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُونَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ من سلسلة أحداث هذا الشهر جماد الآخرة وتحديدا في آخره رحيل وفاة السيد محمد بن الإمام الهادي سبع الدجايل وطبعا الحديث عن هذه الشخصية يحتاج شوية إلى أن نتوقف حتى نستخلص بعض الدروس بعض العبار من حياة هؤلاء القادة والسادة السيد محمد ابن الإمام الهادي وهو الولد الأكبر للإمام أدنى رواية بعد شهادته وهذه يذكرونها في باب البداء بعد شهادته الإمام يلتفت إلى ولده الإمام العسكري إمام الهادي وهو يقول بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا هذا يذكرونها في باب البداء الناس كانت تعتقد بأن الإمام بعد أبيه هو السيد محمد لجلالة قدره لعظم منزلته لعبادته لعلمه فكانت الناس تعتقد بأنه هو الإمام بعد الإمام الهادي ولكن الله سبحانه وتعالى بدد هذا المعنى ما يصير إذا هو الإمام بعد أبيه كيف يموت قبله فقال له أحدث لله شكرا الناس كانت تعتقد وتبدد هذا المعنى زالت هذه الشبهة ترموا هذا هو الإمام بعد أبيه هذا المعنى أيضا نقرأ بالنسبة إلى السيد إسماعيل ابن الإمام الصادق نفس العملية السيد إسماعيل ابن الإمام الصادق أيضا عالم جليل القادر له مكانت الاجتماعية الناس كانت تعتقد بأنه هو الإمام بعد أبيه ولكن السيد إسماعيل مات قبل الإمام الصادق أكواج الشبهة بين القضيتين هذا يذكرون في باب البداء أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمره السيد محمد ابن الإمام الهادي طبعا من الأمور المهمة جدا أن الرجل كان يتمتع بشخصية علمية والمر شخصية علمية كان عالما كان زاهدا كان عابدا السيد محمد ابن الإمام الهادي خرج من المدينة إلى سامر لزيارة والده زين وليش طالع من المدينة إلى سامر كما نعلم جميعا بأن الإمام الهادي كان يخضع للاقامة الجبرية في سامر مضيق عليه فخرج طلع السيد محمد لزيارة والده شد الرحال لزيارة إمام معصوم مفترض الطاعة وليش يطلعون يعني من المدينة يبقى في المدينة هذا المعنى الذي نقرأ بالنسبة للسيدة أيضا فاطمة المعصومة طلعت مع كوكبة مع مجموعة من السادة من أخوتها من أولاد الإمام باب الحوائج لزيارة الإمام الرضا في خراسان زيارة الإمام المعصوم يعني الوصول إليه هذا جزء من الواجب نقول بأنه الروايات نقرأ من زاره عارفا بحقه ما معنى عارفا بحقه يسأل الإمام قال أن يعلم بأنه إمام معصوم مفترض الطاعة إحنا نشد الرحال اليوم إلى زيارة قبور الأئمة عليه السلام ونعتبر هذا الجوز من الحق الذي لهم علينا في الفترة الأخيرة أنا قاعد أتابع قناة الكوثر ما أدري ليش يعني الناس وثقافة الناس إلى أي مدى وصلت يجرون مقابلة مع الزوار هنا في البحرين هنا في خراسان عند الإمام الرضا يقول لماذا تأتي للزيارة أنت الآن كم مرة جاي زاير الإمام الرضا ويجرون عدة لقاءات مع الزوار واحد يقول جاي للشفاعة واحد جاي مثلا للثواب وآخر ما يعرف شلون يتكلم يعني ليش جاي ما يدري ليش جاي للبركة هذه العناوين كما يذكر العلماء هذه الضميمة لا تضر بالقرباء بس إحنا حينما نصل إلى زيارة قبور الأئمة عليه السلام أول مرة لازم العنوان يكون موجود من زاره عارفا بحقه ليش جاي الزورة أنا الزورة جاي عارفا بحق إمام معصوم مفترض الطاعة وفي نفس الوقت أنا أريد أوصل رسالة إلى كل الناس إلى كل الدنيا إحنا قاعدين نشد الرحال إلى زيارة قبور الأئمة ليش؟ من أجل البركة؟ من أجل أنه الإنسان تقضى فقط حاجته؟ أو لا أنا أريد أوصل رسالة أول مرة عارفا بحقه إمام معصوم مفترض الطاعة وبعدين هذا رسالة أنا الآن حينما أأتي لزيارة المعصوم أريد أوصل هذه الرسالة إلى الناس أو لا لاحظوا مثلا زيارة الأربعين زيارة الأربعين الناس وصلت رسالة إلى كل الدنيا هذه الجماهير الغفيرة الحشد المليوني وصلوا رسالة إلى أقصى الدنيا بأن هذا إمام معصوم مفترض الطاعة ومظلوم وارتكب في حقه هذا العمل الشنيع ومجزرة حدثت وأحنا ليش جايين بعد؟ نزور هذا الإمام أو غيره من أجل أن نقتدي به أيضا من أجل أن نقتدي به ونتمثل مواقفه في حياتنا العامة فإذا الإمام حينما يزار يجب أن يزار بهذا الاعتبار فالسيد محمد طلع من المدينة إلى سامرا زين وما يدريك خروج السيد محمد ابن الإمام الهادي من المدينة إلى سامرا حتما كان يحمل رسال الشيعة حتما كان يحمل رسالة من الشيعة إلى والده صورة حيطلع هكذا يحمل أمر خطير ربما التاريخ لم يفسح عنه لكن يحمل أمر خطير إلى والده وكما قلت رسالة كبيرة يحملها السيد محمد إلى الإمام الهادي التقى بأبيه هناك ثم أقفل راجعا طلع إلى منطقة بلد وصل هناك منطقة بلد هذه التي توفي فيها بس قبل وفاته هناك شيء مهم في شخصية السيد محمد ابن الإمام الهادي أن السيد محمد كان مفزع الشيعة هناك كان مرجعا لشيعة أبيه وراعيا لمصالحهم سيد محمد كما قلت كان جليل القدر كان عالما عند إحاطة بمسائل الحلال والحرام وبعلوم القرآن ولذلك الشيعة كانت تفزع إليه هناك يعني السيد محمد أدى هذا الدور وهذه الوظيفة وظيفة التبليغ والإرشاد وإيصال صوت الحق إلى الناس السيد محمد أدى هذه الرسالة كما قلت كما قلت الناس كانت تفزع إليه أضف إلى ذلك سيد محمد يعني كان عالما عابدا زاهدا شجاعا هذا قل أن تجد مثلا صفة الشجاعة تجتمع يعني مبضرورة قد يكون عالم ولا يكون شجاعا هذا هو يصل إلى مرتبة من العلم ولكنه ليس شجاعا يعني الآن إحنا إذا نذكر من ضمن صفات المرجع مثلا الصفات من الصفات المهمة لمرجع التقليد الشجاعة وهذا الشرط مو موجود ما يذكرونه يذكرون شروط في الرسائل العملية بس هذا الشرط مهم جدا شجاع يعني شنو يحمل سلاح لا هناك عنوان للشجاعة غير هذا العنوان مو يحمل سلاح يعني مرجع الدين نقول صفة الشجاعة لابد أن تكون موجودة في شخصيته يعني يصدر الفتوى ويتخذ القرار في الوقت المناسب ما عليه من أهواء الناس وأدواق الناس شجاع كالسيد الشهيد رحمة الله تعالى على قبل أسابيع عشنا ذكرا رحيلة سيد محمد باقر الصدر الشجاعة هنا يصدر فتوى شوف الشجاعة بحرمة الانتماء لحزب البعث الكافر شجاعة للمشجاعة هذا في الوقت الذي مجموعة كبيرة من العلماء وفضلاء الحوزة أساتذة الحوزة لا يستطيعون أن ينطقوا بكلمة ضد النظام المرة يجي يصدر فتوى يحرم فيها الانتماء إلى حزب البعث ويعلل ذلك بأن ذلك الحزب حزب كافر لكن هذه الفتوى كلفته حياته كلفته دمه متحمل كل النتائج السيد كان متوقع كل النتائج أصدر هذه الفتوى وقبل اعتقاله وقبل اعدامه حاصروا بيته تسعة أشهر تسعة أشهر حاصروا بيته تضيق اعتقل في المرة الأولى وخرجت أخته البطلة بطلة كربلا بنت الهدى خرجت إلى الصحن الحيدري وهي تقول الظليمة الظليمة لقد اعتقلوا مرجعكم ترى أحدث الضجج أججت النفوس صارت ردود فعل اضطر النظام على إثر ذلك الموقف الجماهيري الضغط الناس خاف خاف أمر ب اطلاق سراحه هذا الاعتقال الأول ثم بعد ذلك المحنة مرت عليكم مفصلة الشاهد أن السيد كان يمتلك شجاعة يعني أنا أقول لأنه يمتلك شجاعة مادية معنوية شجاعة السيد محمد بمعنى الكلمة كان يأوي إليه الناس ليش يسمونه سبع الدجال أكو عدنا سبع الدجال من الأمور التي قرأتها سبع الدجال يعني كان اللصوص وقطاع الطرق مجموعة من المجرمين كانوا يغيرون على تلك البلدة وكان هناك سبع موجود أسد هذا موجود هذا القول كان يدفع عنهم الأعداء واللصوص وقطاع الطرق بس لا هو السيد نفسه مو سبع هو السيد محمد نفسه كان يتصدى إلى الأعداء إلى اللصوص إلى قطاع الطرق كان شجاعاً كان قوياً قوي في إيمانه قوي في بدنه عالم زاهد عابد شجاع ولذلك لقبوه ب سبع الدجال سبع واقعاً أسد وكانوا يخشونه فكان مفزع الشيعة سيد محمد كان مفزع الشيعة هناك يرجعون إليه في هذه الأمور التي ذكرت أهمها يرجعون إليه في مسائل الشريعة لا ينبغي للإنسان أن يستهين بمثل هذا العمال هذا مو عمل بسيط يعني أن واحد يجي نصب نفسه مرجع إلى الناس يأخذوا من عندهم مسائل الحلال والحرام ترى أحنا عدنا كثير من التشديد بالنسبة إلى هذا المنصب أقرأوا الرسائل العملية وشوفوا تشديد الفقهان إنسان يريد ينصب نفسه مرجع يرجع الناس إليه يفزع الشيعة إليه يجب أن يكون عنده مؤهلات مو اليوم الآن طالعين إلنا مجموعة من الناس هذول اللي قاعدين يتسلقون على المرجعية مجموعة كل يوم واحد طالع الطالع والآن كا من ذلك مو يدعون المرجعية هذا مفروغ من عنده البعض يدعي المرجعية وصول إلى هذه المرتبة وهو لم يصل إليها لكن تعال شوفوا الكارثة ادعاهم بأنهم أبناء الأئمة أحمد بن الحسن وغيره يدعون بأنه عندهم صلب المعصوم هذه كارثة مصيبة هذا واحد يدعى المرجعية واحد يدعى الاتصال المباشر بالإمام المعصوم إحنا عندنا معايير شوف شلون الفقهاء يشددون على هذا الجانب ليس يجي واحد أهل ينصب نفسه قائد إلى الناس وهو لا يمتلك أدنى مقومات القيادة الدينية فأرجع وأقول سيد محمد اجتمعت في شخصه كل هذه الصفات صفات القائد الذي يستأهل فعلا الناس يرجعون إليه وفعلا كان قدوة إلى الناس قدوة إلى الناس ليس بلسانه فقط كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم لمعه الصادق كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم كونوا دعاة صامتين كيف ندعو ونحن صامتون قال تعظون الناس بمواقفكم بصدق حديثكم بأمانتكم بأخلاقكم هذه الدعوة الصحيحة ولهذا الرواية تقول أن الناس اتصقوا به أحبه بقدر ما يخلص الإنسان القائد للناس تشوف الناس تتعلق بيه فما بالك إنسان نذر كل حياته لخدمة الناس هم يحبون يعشقون شوف إذا واحد نذر حياته كما نقرأ في سيرة أئمةنا عليهم السلام نذروا حياتهم إلما إلى الناس ماكو واحد من المعصومين عاشا لذاته عاشا لرغباته عاشا لأهوائه وإنما نذر نفسه لخدمة الناس كانوا يعملون ليلة نهار من أجل سعادة الناس مستقبل الناس وأرجوكم الآن كل هذا الذي نقرأه وقرأناه بطون الكتب وغير ذلك نجي في بعض تصرفاتنا الآن اللامس أولى نخلي كلام المعصوم جانبا وين توصيات الأئمة وبعدين يقولون الرياش عند انتقادات كثيرة من حقك أن تنتقل ومن حقك أن تناقش مجال مفتوح بس أنا بين هلالين أريد أبين ظاهرة هذه موجودة ما دم أشرت إلى مسألة الدعوة ظاهرة موجودة في في كل مناطق البحرين شنو هذه الظاهرة الجلوس في الطرقات طرقات نجلس ونفتح مظايف هو محرم يفتحون مظايف شاي قهوة إلى آخره الحين المظيف سيفتحون يقعدون فيه سوالف ضحي تبديد وقت وتعالوا شوفوا أنا قاعد أتابع طبعا هذا المعنى بعضهم يجلس على قارعة الطريق أو على عتبة بيته وبعضهم يتخذ شنو مظيف وحتى المساجد الآن شايف بعض المساجد يخلون كراسي ها وقهوة وشاي وقعدة وبعضهم في فناء المسجد ونوصلنا أحمد وليش هذا قاعد يصير وكل واحد يمجود هاتف النقال وينتقل من موقع إلى آخر ها 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 اليوم صارت ثقافة الناس بهذا المستوى جل للناس ها ثقافة الواتساب هذا صح يعني كل ما يرد عليه من خبر من مسائل شرعية ها ما يدقق فيها رأسا يرسلها إلى الطرف الآخر وفي الفترة الأخيرة قرأت مجموعة من الأخطاء الكبيرة يعني هناك بعض المغرضين ها يريدون يسيئون إلى شريعة سيد المرسلين ونحن ناخد هذا ونرسل رسال المسلمات وفي نهاية ها هذه الفقرة انشر تؤجار أي تؤجار انتهي من الذي قال بأن هذا أجر ثوار إذا إذا تراجع الآن بعض المقاطع الموجودة هنا وهناك المشكلة البعض يأخذها ما يرجع على رسالة العملية ولا يرجع مثلا إلى كتب التأريخ أو الكتب العقائدية يكتفي هو هذي ثقافتنا قص لاصق هذي صارت ثقافتنا اليوم قص ولاصق ها هذي مسألة ومسألة الثانية قلت المجال مفتوح للنقاش مسألة الهروب عن مجلس عن مجلس سيد السهداء ليش الناس ما صر على رغم اليوم في الاستماع والله أنا لست بصدد إعمال دعايا لي من بر الحسين والله لا يحتاج لها دعايا البعض الآن يجلس في المأتام وعند حالة من الترقب عين على الخطيب وعين على الساعة في كثير من المناطق خصوصا في مجالس العزاء حالات الوفاة يصعد الخطيب مقضى مصف ساعة رح يقرأ خمسة وعشرين دقيقة بمجرد أن يصعد الخطيب على المنبار وإذا الناس يفرون يمينا شمالا كأن ملك الموت صعد على المنبار شايد شايد بس ليش هذا الذي قاعد يصير وليش الاستهان بمجلس الحسين ها والله إخواني هذه من أعظم النعم علينا شوف هذه نعمة بس إذا لم نقدر هذه النعمة لم نلتفت إليها يمكن نخسرها في يوم من الأيام كما خسرها غيرنا لاحظوا أكو كثير من النعم إذا أحنا ما انقدر النعمة ها ونلتفت إلى قيمتها قد تسلب منا إذا كنا غير مؤهلين لتلك النعمة اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم أكو ذنوب تغير النعم تسلب النعم من الناس ها أرجوك إذا صار مستوى الناس تفكير الناس لأنه يجي ها يقلل من مجلس للشهداء يستهين لا يرغب في الحضور هذا خلي يعيد النظر هو عند الخلل فيها مو في المجلس الخلل في شخصيته هو مواعي آن الأوان أن نتعامل مع مجال السيد الشهداء بوعي أكثر بمسؤولية أكبر هذه أمانة الإمام الصادق عليه السلام يقول تجلسون وتتحدثون إن تلك المجالس أحبها أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا مولانا الرضا يقول من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يموت قلبه يوم تموت القلوب أرجع وقتنا بعد انتهى السيد محمد بعد الدور الذي أدى الدور الرسالي دور الرسالي واضح أدى ذلك الدور أوصل الرسالة منطقة بلد هذه المنطقة سامر سيد محمد طبعا ظهرت مجموعة كبيرة من الكرامات على يدي في حياته بعد موته أهل العراق معروف عدهم كانوا يهابون السيد محمد غريبة يعني بعض الشعوب ما ديش لهم ربما تشوف يخاف من العباس أكثر من خوفه من الله ها قل لي اقسم بالعباس لا يقسم بالعباس يقسم بالله نعم يقسم بالله شايد وبعضهم هكذا عند تفكير للأسف الشديد يعني يقولون واحد من العراق هذا ولا من الأرياف من القرى هذا ما يدري بهالعناوين يقولون فلان شيوعي شيوعي يعني شنون هذا في القرى وفي الأرياف شنو شيوعي ها رأس مالية وماركسية وفلان وفلان ما يدري قال شنو يعني شيوعي قال أولا الشيوعي يعني ينكر وجود الله ملحد قال عجيب يعني يقول الله ما قال قال ما قال باشر يقول العباس ما ك بعد شوف عند هذه أعظم من تلك فأهل العراق يجيون عند السيد محمد خصوصا في القضايا المالية إذا واحد سارق مال يقولون إلي اقسم بالسيد محمد بأنك لم تسرق المال لا يقوم يرجع المال ولا يقسم بالسيد محمد يخاف يخاف يخافون من عنده كما كان في حياته بعد موته كان مهابا كان معظما مثل ما ظهرت كرامة على يديه في حياته بعد موته وكان ولا زال مقصد للزائرين هذه من الأمور المجربة التوسل بالسيد محمد واحد ينظر للسيد محمد إذا ما عنده ولد ينقل ها الشيخ عباس القمي وغيره يقول هذه من المجربات اللي ما عنده ولد يتوسل بالسيد محمد فيرزق الولد الذكاء لكن هذا التوسل له شرائطه وتعلمون ذلك إذا متى ما كان الإنسان مؤهل مستحق إلى الإجابة الله سبحانه وتعالى يستجيب له السيد محمد ختم سجل حياته السجل هذا الحافل بالعطاء والتضحيات كل معاني الخير ختمه بماذا ما مات حتف أنفه بعض المحققين يقول احنا نتوقف في أنه مات حتف أنفه بل بأنه تعرض إلى اغتيال دسوا إليه السم لأنه مجموح عمر السيد محمد 24 سنة دسوا إليه السم باعتقاد السلطة أنه هو الإمام بعد أبيه لحظ فدس 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 إليه السم وقتلوا يعني مات شهيدا قتل شهيدا مظلوما سيد محمد لا زال على من سبع الدجال أنا قبل أن أختم هذه من المسائل من القضايا المهمة التي ينبغي أن نذكر بها الدجال هذه المنطقة التي تعرض فيها طاغية العراق إلى محاولة اغتيال حزب الدعوة ورسموا خطة لأنه جاء إلى الدجال هناك لإلقاء خطاب في الجنود عنده كلمة ورسموا خطة لاغتياله لتصفيته وطاغية العراق خم ما يجي لوحده ها ومثل أمثال ولكنهم أخطاء الهدف ما أصاب نجا لكن اش سوى في الدجال هذا تعرض ها لا أصيب بجرح تعرض إلى محاولة اغتيال قتل قرابة مئة وثمانية واربعين نفس ها وقيل أكثر من ذلك ثم قام بنسف البساتين جرفها كلها ها ونكل بالعوائل يعني عات في الدجال فسادا أهلك الحرث والناس مجازر سوى تعرض إلى محاولة تصفية ها ما صار في شيء شايفين البعض هكذا اليوم كلمة ها تخرج ضد شي سوي ها كلمة واحد ينتقد مثلا ينتقد شخصيته وينتقد مواقفه شي سوي فيه هذه كلمة يستأهل الإنسان يعني كلمة حق ها أن يسجن ثلاث سنوات خمس سنوات خمسة عشر سنة عشرين سنة خمسة وعشرين سنة ها في أي دي في أي قانون تعرض اللعين لعنت الله على إلى محاولة تصفية شو يساو في الناس وتلك المنطقة أذكر منطقة الموجود فيها سيد محمد ترى في هذه المرحلة ثبت أهلها استفادوا من هالبطل الموجود عندهم ها اقتدوا به اقتدوا بمواقفه أبطال واقعا في الوقت الذي احنا نخاف نوصل اليوم إلى سيد محمد ها نوصل إلى زيارة ما نروح أصلا سيد محمد ولا سامر وإذا وإذا هناك مجموعة كبيرة يقفون يواجهون ذلك التيار تلك المجموعة الفاجر الكافرة ومواطنين أنفسهم على القاتل ها على الموت على الشهادة أبطال سجلوا مواقف مشرفة ها نحن بعد لم نصل إلى مستوى أولئك إلى درجة أولئك كما قلت ما يجلس واحد ما يرضى واحد يقعد بي ستقول تعال احمل سلاح ها اذا هو من موطن نفسه أن يجلس مقدار نصف ساعة في مجلس بعد يحمل سلاح واقعا احنا اخواني اهل العراق وتضحياتهم يقولون أبطال واقع الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا لا نمتلك إلا أن ننحني إجلالا وإعظاما لتلك المواقف وتلك البطولات والتضحيات استفادوا من وجود ذلك البطال اقتدوا به وحافظوا على حرمه ولا زال مجموعة كبيرة من المسلحين مرابطين حول حرم السيد محمد خوفا أن يمس ذلك الحرم أولئك الأعداء أبطال وهنيئا له ويستأل السيد محمد لا تقول يجي واحد الآن يحافظ على حرمه لا تعال أقرأ أنا ذكرت الرواية في البداية الإمام العسكري الإمام الحسن العسكري بعد شهادة السيد محمد شق جيبه على أخيه سيد محمد مو أي إنسان وهذا إمام معصوم وفعل المعصوم حجها شق جيبه على أخيه إحنا عدنا في الشريع ما يجوز أصلا واحد يشق جيب على أخيه كل مظاهر الجزع حرام المرأة تخمش وجهها تجوز شعرها وهكذا الأب مثلا يشق جيبه أو توبه كل مظاهر الجزع ما يجوز إلا على أولياء إلا وتحديدا المعصوم ونقرأ رواية موجودة الجزع على كل أحد مكروه إلا على الحسين إلا على الحسين فقيل للإمام هذا إمام بعد واحد يجي ناقش وينتقد على هذا العمال وما يعرف تكليفه ويعلم الناس فقيل له في ذلك ليش تشق جيبك على سيد محمد قال ويحكم أن موسى شق جيبه على أخي هارون يعني الإمام حينما يعمل هذا العمل يريد بين لهم ترى مكانة سيد محمد مو أي مكانة سيد محمد كما يذكر جملة من المحققين وصل إلى مرتبة العباس والقاسم ابن الإمام موسى بن جعفار في العلم في الشجاعة في الزهد في العبادة وصل إلى هذه المرتبة شق جيبه على أخي كان يبكي لفراقه ها كل مات شق جيبه على أخي وفي الرواية موت الأخ ينقصم له الظهر ها الإمام شق جيبه على أخي لكن هناك معصوم ما شق جيبه ولكن قال كلمة ما هذه الكلمة الآن انكسر ظهري مو شق جيبه الآن انكسر ظهري الآن شمت بعدوي ها وقف على جثمان أخي إذا كان السيد محمد نعم كما ينقل البعض ما تحتف أنفيه أو مسموم لكن ليس في بدنه ها جرح طاعا سيف أو رمح بس ذاك وقف على جثمان أخيه على أي حال يقول أحد العلماء رأيت فيما يرى النائم تشوف مصيبة هذا أعظم أو مصيبة ذاك أعظم جاءني رجل يقول لي أنا رسول العباس إليك وهو يعتب عليك العباس يعتب علي أنا لماذا قال لأنك لا تقرأ مصيبة العباس لشيعته لمحبي قال أنا أقرأ مصيبة العباس في كل المحافل في كل المجالس قال أنا أحمل رسالة منه إليك ما هذه الرسالة يقول لك العباس أن الفارس إذا سقط من على ظهر جواده أول ما يتلق الأرض بيمينه بشماله وأنا لا يمين ولا شمال وقف الحسين على جثمانه وهو يقول أخي الآن إن كسر ظهري عباس لكن لو عدي فاضل الإخوة فاضلك يا خو يا بزادي ما شفت ناف الإخوة مثلك بذ المجهو قطع العد درعان وشال العلام أخي عباس لكن أنا باشي لك لد سكل اللهم حاله حينما رجع إلى الخيمة استقبلته مولاتنا زينب إلى العباس أخي زينب عظم الله لك لأجر فيه تركته على شاط العلق مي صاحة وأخاه وعباس قل هاي يا زينب راح عباس وراح الغيغ من يرفع الراياس وظل يبجي عليه الدراياس يا يا وطاياس أقبلنا بنات علي وفاطمة أحدقنا بالحسين صحنا وضيعتنا بعدك يا أبا الفضل عباس ويلي بس وصل شيخ العشيرة دارا علي الحرم زينب تنادي أخويا وين شي أخويا للعالم قال قال من يا حزينة يقبل فضل باع السهام وستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب وحي لو تشوف فينا يا زينب كيف مقطوع الزنود والعالم يم وقاع والرأس مفضوخ بعامور قالت نايس أجال عباس لن ما يعود قوم نمشي نعالجه قال لمعالج مايه أو خاي من يحمي بنات محمدين انصر نا يسترحم نا من لا يرحم ما خلت بعدك أن تشل سواعدي وتكف باصرتي وظهري يقصم إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم نقسم عليك بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله اللهم من على جميع المرضى والجرحى بالشفاء العاج لا سيم المنظورين اللهم اشف كل مريض اللهم فرج عن كل مكروب اللهم فك كل أسير وسجين اللهم رد كل غريب اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك إخواني من من أوصاني بالدعاء اللهم احفظهم فردا فردا وفق القائمين على هذا السبب الشريف لما تحب وترضى تقبل منا ومنهم هذا القليل بأحسن القبول إنك على كل شيء قدير إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الإيمان لا سيما إلى أرواح الشهداء السعداء رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات